من أنه كما لا يجوز التقصير في تبليغ الأحكام لا ينبغي في الحكمة الإلهية اللا يمهد لأهل زمان الغيبة الكبرى مرجعا يرجعون مرجعا يرجعون إليه يقول كيف في عصر الحضور هناك مرجع يرجعون إليه وهو من وهو الإمام المعصوم لا بد أن يوجد في عصر الغيبة الكبرى أيضا مرجع وهذا أصل قويم وصحيح ومتين أنه لا يعقل أن الإمام يترك الأمة يترك شيعته مئات بل آلاف السنين بلا مرجعا يرجعون إليه هذا أصل احفظوه وهو من الأصول الأساسية حسا خلي ذهنكم يمي خلي ذهنكم يمي جيدا وجزاهم الله خير على هذا أنا قرأت هذه العبارات لأنه بالإضافة إلى ذيك النكات اللي عندنا ملاحظة عليها أكو نكات ماذا؟ إيجابية الحق والإنصاف وقفوا عندها ولكنه لم يلتفت إليها في العصور المتأخرة ألا يمهدوا لأهل زمان الغيبة الكبرى مرجعا يرجعون إليه في عقائدهم وأعمالهم وين يرجعون؟ وحدة فقط الأصغر والأصغر والأكبر أنا ما رد أتكلم كثيرا ولا أريد أن أعلق أنا أتصور أن المؤسسة الدينية في عصر الغيبة الكبرى خصوصا الأعزائي اللي يقدمون رسائل بدل ما يردون يروحون يقدمون رسائل في المني والبول والميتة أعرفت شون؟ فليكتبوا رسائل في هذه المجالات التي تهم مدرسة أهل البيت المرجعية أعزائي في عصر الغيبة الكبرى لا بد أن تقرأ من محاور أربعة أو خمسة هذه المحاور اشتغلوا عليها وثقفوا الأمة باتجاهها المحور الأول في المرجعية أعزائي ما هي الشروط من يتصدى لمرجعية الأمة؟ شروطه العلمية دعونا الآن من الإدارية والسياسية وباقي لا 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 من هو الذي يحق له أن يقول أنا مرجع وأنا أتكلم باسم الطائفة هذا المحور أعزائي يعبر عنه بالمحور الثبوتي ما هي طرق إثبات هذا العلم الذي يملكه الشروط؟ من أين نتعرف أن هذه الشروط موجودة أو غير موجودة؟ هل الشياء يقول لنا هاي الشروط موجودة أو لا؟ هل الإعلام يقول لنا هاي الشروط موجودة أو غير موجودة؟ هل الفضائيات والقنوات تقول لنا هاي الشروط موجودة أو غير موجودة؟ هل قنوات الأعداء تقول لنا هاي الشروط موجودة أو غير موجودة؟ فتعرف فلان مرجع وفلان ليس بمرجع ما هو الطرق والوسائل الإثبات يا أعزائي؟ شوفوا الآن أضرب لكم مثال الآن في جمهورية الإسلامية عندما يذهب ولي الأمر هناك آلية لانتخاب ماذا؟ ها؟ لانتخاب ما هي هذه الآلية لانتخاب ماذا؟ هذا المحور الثالث ما هي الوسائل؟ نحن نجد أن المرجع بالليل يموت في الصباح يعلن فلان مرجع من الاجتمع وعين فلان مرجع وفلان مرجع؟ من هذي؟ يا مجموعة هذه لماذا ليست هذه تحت الضوء؟ وإنما هي في الظلام تتخذ القرارات هي من هذه الجماعة؟ إذا تتذكرون في الآونة الأخيرة بعد ذلك في إيران في جامعة مدرسين في قوم اجتمعوا قالوا فلان وفلان وفلان عينوا سبعة ثمانية عشرة أسأل ما أدري ما هي الضوابط التي على أساسها قالوا هذا مرجع وهذا مو مرجع ما أدري ولكن توجد ماذا؟ آلية وهي المسمات شنو؟ بكذا اسم سؤال بينك وبين الله للمرجعية العامة ما هي الآلية؟ ومن يجتمع؟ وأين يجتمع؟ ويتخذ قرار فلان مرجع وفلان ليس بمرجع وعلى أي أساس يتخذ القرار؟ وأنتم تعلمون يعني هذا القرار مصير من؟ بيده عزيز مصير من؟ مصير الطائفة أنا لابد أحصن ماذا؟ أحصن مؤسسة الدينية حتى لا تخترق وإلا نحن لا نخالف لابد أن توجد هناك مؤسسات هي التي تقرر من الذي يترشح ومن الذي لا يترشح من الذي يستحق ومن الذي ماذا لا يستحق ولكن لماذا في الغرف المظلمة وليس تحت الضوء؟ لماذا؟ من صاحب القرار أنه فلان مات؟ إذن فلان ماذا يصلح وفلان لا يصلح لماذا يعبر عنه مولانا الصندوق أسود؟ هو نكتة أكو جيدة في الحاشية يقول يستخدم العلماء اصطلاح الصندوق الأسود للإشارة إلى الأنظمة التي نستخدمها ولا نعرف طريقة عملها فأينما قلنا هذا صندوق أسود؟ فأنا عندما قلت فيما سبق مولانا أن المرجعيات الشيعية تنتخب في الغرف المظلمة ما قلت السوداء أهماتي أنا كان مقصودي ماذا؟ هذا المعنى وهو أنه بيني وبين الله أنت تعرف الآلية التي ينتخب بها المرجع ولا تعرف مولانا لا تعرف مولانا هل يوم مات فلان غدا مولانا صار ماذا؟ فلان يابع شلون صار؟ من أين صار؟ ما هي مؤهلاته؟ ما هو تراثه؟ ما هو وضعه العلمي؟ ما هو كتاباته؟ ما هي من هم تلامذته؟ ما هو خدماته؟ أبدا لا يهم مهم ماذا؟ قائمة هطلة مولانا خمسين اسم مولانا وموقعين هو الأعلم اشلون صار أعلم؟ لا لا نعلم اشلون صار مولانا مرجع؟ لا نعلم هذا الصندوق الأسود هاي الغرف المظلمة مولانا التي أشرته واقعا ما هي آلية الانتخاب؟ جزالكم الله خيرا نحتاج آلية لما نحتاج وهذا الذي أدعوت إليه ولا أنا ما أدعو إليه أنت الآن عندما تذهب أنا ما ردي أقول بعد تعالوا نقلد الفاتيكان مولانا ولكن في النتيجة أنت تجد أنه الفاتيكان عندما يذب البابا توجد آلية للانتخاب أو لا توجد تعالوا يا علية القوم يا أهل الحل والعاقد يا أكابر علمائنا الله يحفظكم ويطيل أعماركم إن شاء الله ضعوا هناك أسس لآلية ماذا؟ انتخاب المرجع عندما يموت مرجع حتى نعرف أن هذه الآلية طبقت أم؟ لم تطبق عليه الأحوال اشتركوا في القناة